السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام شفت مشاهد مستفزة حبيت أعرضها عليكم للأسف الشديد في ناس إن عدم عندها حتى مشاعر الإنسانية يعني أنا كنت من فترة طويلة معترض على مصطلح الإنسانية وبقول إنه هو مصطلح مطاط ودائما بحب استخدم مصطلح الأخوة الإيمانية وأخوة الإسلام حتى كمان مصطلح الإنسانية ما بقاش موجود عندهم يعني في عزة ما الناس مش لقيا لقمة يكلوها في أرض العزة في عزة ما الناس لإما بيموتوا من الجوع وإما يموتوا من القصف شفنا الناس في الدول اللي فيها قرن الشيطان للأسف الشديد بيعملوا صهارات وحفلاته والناس بتقول لا ده في الحقيقة ممكن يكون ده قطاع قليل ومن غالبية يعني الناس وفعلا ده حقيقة وفي حالة من حالات الشك والارتياب يعني الناس مش مسدقة من كتر ما الموضوع لا يصدق ناس بتقتل والتاني بيقوناس بترقص الناحية التانية واللي اتنين مسلمين واللي اتنين مسلمين لغاية ما يخرج علينا امام الحرم المكي الشيخ السودس بهذه المشاهد المستفزة اقل ما يقال عن هذا المشهد القصير انه مشهد مستفز لا يراعي مشاعر المسلمين ناس قاعدين في حالة لا يرثى له ويعني اذا بوليتم فاستتروا كلنا عارفين ان انتو مش في دماغكم القضية وكلنا عارفين ان انتو مش في دماغكم الا الانانية الا انفسكم وانتو طلعتوا قلتوا الكلام دوت قبل كده لكن بهذه الفجاجة عارفين كل الناس كلها بتاكل وبتشرب عادي لكن مش تطلع على رؤوس الاشهاد وايه مشاعر الفرحة وايه مشاعر الفرحة والسرور اللي عندك؟ يعني امر اقل ما يقال عنه انه لا يليق مش عارفين نقول ايه خلصنا الكلام في هذا الصنف من الناس وللأسف الشديد هؤلاء هم من يصدرون انهم اهل الدين هؤلاء هم من يصدرون انهم رجال العلم او اهل العلم وانا عندي تقييمات مختلفة تماما حتى الناس يعني احيانا في حلقة البث المباشر بتسألني ايه رأيك ايه فلان وفلان والردود بتاعتي بتبقى ردود صادمة للكثير لان ما زال لسه في ناس كتير مخدوعة في هذا الصنف من الدعاء ولا اراهم الا دعاء على ابواب جهنم الا ما يشعرش بالمسلم يبقى مش مسلم حق الا ما يشعرش بآلام المسلم لا يستحق ان يناله شرف الاسلام والعبودية لله سبحانه وتعالى قلولنا بطريقة يعني لطيفة من غير تجريح رأيكم ايه في التعليقات على المشهد المستفز ده اغتيال بشار في الساعات القليلة الماضية خرجت انباء انا بسميها اشاعات اغتيال بشار لان دمشق كانت في عقف بتضرب ضرب شديد وناس طلعت وقالت ان فيه اشاعات بتقول ان بشار تم قتله واغتياله وطبعا يعني لم اعر اهتمام لهذه الاخبار لانني اعلم جيدا ان بشار من الشخصيات المطلوب الحفاظ عليها ولو تم التخلص منه هيبقى البديل راجل من رجالتهم اعني معسكر النفاق اللي بيدير المشهد علشان كده استبعد تماما ان الموضوع يكون صحيح بتاع اغتيال بشار كمان الاردن المشاهد الغريبة يعني كثير من الاصدقاء من الاردن ارسلوا لي وقالولي لون السماء غريب والاجواء غريبة جدا في الاردن ومش عارفين الامور غير طبيعية بالمرة فيعني التعليق بتاعي على اللي بيحصل في الاردن من اجواء غير مستقرة ده بيحصل في معظم الدول العربية شايفين اللي بيحصل في السعودية وعندنا مشاهد النهاردة ان شاء الله هنعرضها مجمعة حتى على مستوى العالم شايفين العالم بيتغير والايات الكونية بتضرب بقوة لكن الاردن يعني الناس اللي مركزة مع تقلبات الجو انا بقول لهم في الاردن بالذات سيبكم من تقلبات الجو وركزوا في تقلبات الاسرة الحاكمة اللي الاخبار طلع في الجرائد يعني متشوف مثلا الجريدة بتاعت واشنطن بوست او التايمز في الاسابيع الماضية بيتكلموا بعناية كلكم طبعا عارفين ان الملك عبدالله امه بريطانية فلذلك يعني الصحف كمان البريطانية بتعتبر ان هم يعني بيتكلموا عن حد يخصهم فيعتنوا بذكر الملك وخايفين عليه شوف العلاقة دي علاقة واضحة جدا هو خايف عليهم وهم خايفين عليه علاقة حب متبادل للأسف الشعوب هي اللي بتخش عايزة تتعكر صفه هذه العلاقة علاقة الحب ديت المفروض في الاردن او في غيرها من الممالك يختاروا شعب جديد بيحب هذه الامور علشان خاطر لا يدخل في وسط العلاقة اللي ما بين الاحبة بتوعساي كسبيك وبعضهم طبعا انا بتريأ لان طبعا الناس دي فعلا لو طالت تغير شعب يعني الاسهل تغير ملك ولا تغير شعب هم من نسبة لهم لا تغير شعب باكمله من اجل ان يبقى القائد الوهمي بارك الله فيكم بعد قليل ان شاء الله حلقة بس مباشر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة